سلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو قبل كده اتكلمت فيه عن والدي الرحمه الشيخ عبدالجواز البنه اتكلمت فيه عن والدتي رحمة الله عليها السيدة نافيسة احمد جريسي اليوم ستكلم عن اجدادة من اهل الولدة و اجدادة من ناحلة الولد الناهل الولد كانت فيه عائلتين العيدة الأولى اسمها عائلت الجريسي ودول كانوا اصلا من المنفية من المنطقة اسمها عشمون جريس وكانوا اصحاب ارادي املاك ارادي وانا اعتقد انهم انتقلوا الى القاهرة في نهاية القرن التسعتاشر وكانت تجارة الغلال كانت رائجة جدا 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 في الوقت ده ويعني نزل الشباب الصغير للقاهرة وانتقلت العلال بالتدليج للقاهرة عشان يعملوا تجارات الغلة من عندهم كان مسكنهم في الضرب الأحمر ودقاكين كانت في سوء السلاح وكانوا يعيشوا في المنطقة دي كلها لان المنطقة الضرب الأحمر دي عمرها كحي قرابة ألف سن كحي قرابة ألف سن فكان عندهم الدقاكين بتاعتهم في سوء السلاح شارع سوء السلاح وكان بيوتهم بعد حوالي بتاعتهم كان في الضرب الأحمر وضرب بشغلها دي عيلة الجريسي اللي هي تنتمي لها والدتي رحمة الله عنها نفيسة أحمد الجريسي من ناحية والدها من ناحية والدتها كانت عائلة الشيخ حسين الشيخ حسين عائلة الشيخ حسين دي عائلة منسبة للرسول صلى الله عليه وسلم من الأشراف وكان جدي الشيخ حسين ما شفتوش لكن كان يقال أنه رجمه الأطقياء رحمة الله عليه وكان أصمر داكن السمرة فإما كان أصله وصوله من النوبة أو كان أصوله من السودان وده بيعزي لشخص مثل حالتي مدى حبه بأفريقيا أو بالسودان بالذات يعني قد تكون الأصل بتاع جدي الشيخ حسين ده اللي هو كان أدهم أدهم داكن السمرة إن إحنا أصول الشيخ حسين ليس من القناة نفسها ولكن إما من السودان أو من النوبة في مصر كان جدي الشيخ حسين كان لي أو خلاني أنت تميز العائلة كلها لي خلان والدتي خالي مصطفى خالي أحمد خالي علي خالتي طان تروقية صفاتهم غير عادية ما بيتخنقوش ما بيزعقوش عليهم الهدوء والوقار والسكينة بالرغم إن أحدهم تعلم في بريطانيا وكان يشتغل مدير عام في شركة مدى السيام بتاعت الدخان والآخر كان بيشتغل في السكر الحديد اللي هو خالي أحمد الله يرحمه لأنه شكله شوية لأنه أنا أصمر زي خالي أحمد أما خالي علي رحمة الله عليه فكان بيشتغل في التجارة الشيء الغريب جدا إن أنا كنت بلاحظوا على خالتنا الكبيرة رقية رحمة الله عليها إن كان وشها وهي عندها يخ 60 أو 70 سنة في براءة الأطفال والبياد اللي في وشها ما كانش بياد لون كان بياد بهاء السكينة والوقار والنقاء السريرة اللي في قلبها كانت عمرها ما تفتح بقاء وتزعق أو تتخني مع أحد أبدا كان دايما أنا أتذكرها إن لها دفرتين وكأنها فتاة صغيرة من فتيات الصغار في سن الستين أو في سن السبعين سنة دي كانت عائلة يشبها الوقار والسكينة رحمة الله عليهم أجمعين عائلتي من ناحية والدي أنا أقدر أتكلم عن والدي اللي هو الشيخ البنة الكبير اللي هو يعتبر جدي من ناحية الوالد أما جدودي من ناحية والدتي فمن ناحية جدتي حميدة يعني لنا عرفه من أنساب لعائلة التبجة في المنصور الشيخ البنة اللي هو السيد البنة كان ليه أربع ذكور اللي هو عمي محمد وعمي مصطفى وعمي أحمد ووالدي وكان ليه ثلاث بنات اللي عميتي فيقة وعميتي أسماء وعميتي فاطمة الزهرات كان جدي كبير الشيخ السيد البنة كان عايز كل أولاده وتعالوا أطلعوا أزهريين كلهم دخلوا الأزهر كلهم بلا استثناء دخلوا الأزهر رحمة أطلع عليهم أجمعين ورحمة أطلع على الجد كمان عمي محمد الزكي البنة ما كملتش التعليم في الأزهر واشتغل في التجارة وفتح حاجة في المنصورة كان اسمها كازوست البنة أو أزوست البنة كانت موجودة لغاية الخمسيناء القرن الماضي عم مصطفى أصبح موظف في الحكومة عم أحمد كمل نصف التعليم في الأزهر وأصبح استعمل درس دغوة عربية ودين في المدارس والوالد هو الوحيد استكمل مسيرة الوالد الجد الكبير واللي ده أدخل الفرح والسرور على قلب جدي جدي كان راجل متواضع جداً كان راجل صارم لكن كان راجل حنين جداً جداً كان عنده يحس غير عادي إنه ما كان يشتري فاكهة أو أكل أو حاجة كده ما كانش يمسكها في إيده بشنطة عشان ما يحركش الفقرة في الشارع كان يخبيها في جيب اللي هو الجبه بتاعته يفضل مشاك كده من جوه ما كانش يتكلم كتير عشان ما يجرحش شعور أي إنسان شافه دين بيكله فاكهة ودين ما بيكلش فاكهة إلى آخر ومن صفات الحميدة بتاعت جدي الشيخ سيد البنة إنه ما كانش ينام كتير كان دايماً عنده دكة كده يحط عليها كليم أو سجادة ينام عليها ويسح بعدها بساعة بساعتين ما كانش يستمر في النوم من الساعات الطويلة رحمة الله عليه ومن صفات الحميدة بتاعته إنه كان لا يأكل قبل أولاده كما تعد يحطوا الأكل على الطاولة أو على الطابلية ساعته عشان برسط نوعاتكم إيه يأكل ما تبقى من أكل أولاده رحمة الله عليه كانوا كرامتين كانوا هما زل كرامني مرة جوز بنته فيئة اللي هي عمية المؤديس جاء عنده وقال له أنا رايح أزور ناس عائلة في أحد قرى المنصورة أو حول المنصورة قال له يا ابن خد عشاك معاك قال له عشاك يا دا رايح عنده العمدة قال له بس خد عشاك معاك مرداش راح هناك ملاقش العمدة موجودة وبساكفرين واضطروا أنهم ينام جوز بنته من غير عشاك ورجع قال له يعني تازم كراماتك تطلع فيها يا شيخ سيد الكرامة الثانية كان بالنسباله كان براح يحج زمان الحجع كان على جمال وقال له يا أولاد أنا مش راجع قال له ازاي يا والدي يا أم مش راجع بودعكم وفعلا راح مطلع عليه وبعد ما انتع من الحج راح يعمل الزيارة عند الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفاه الله هو مطفون في البقية الآن مع صحابة الأجل الله هذا بالنسبة لعيلة الوالد راح مطلع عليه كان الجد دائما حريص على تربية أولاده والتواضع من أجل إسعاد كل أولاده دي العيلة لنا تربية فيها تمتعت بالتعدد الثقافي تمتعت بالنسب لقل البيت العلم في بيت البنة التجارة في بيت الجريسي ورحمة الله عليهم كمعين علشان الإنسان لما يحب يرى كيف تبنى الشخصيات تبنى الشخصيات من الأجداد والأعمام والخلان والخالات والعمات والمناخ نحن كنا نعيشين فيه التربة الأسري والتربة العائلة الذين فكرنا بكيف كانت الأسرة وكيف كانت تعيش الأطفال داخل كنف الأباء والأجداد والخلان والعماء كذلك من الله خير أعجبكم البيت بالرقاء أنكم تشاركوه مع أصدقاء السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم اشتركوا في القناة